لو عندك هارد انترنال زي ده له كابل ساتا وكابل باور وكيسة زي دي ملهاش اللي كابل ساتا وكابل باور يغزي الهارد وكابل ساتا تاني زي ده لوحده فقط مفيش كابل باور قادر اغزي بيه هارد تاني وعايز اشغل هارد تاني اعمل ايه قدامي باور سوبلاي بجيبه من اي حتة صيانة اوصله كابل الباور وبوصله فشة الكهربا واجي في الفيشة الباور بتاعته اللي بتوصل في اي بوردة بتجيب بريدج او كوبري حتة سلكة وما تخافش مش هيكهرب ولا يحصل اي مشكلة واتوصلها في السلكة الاخضر والاسود اللي هي اللون ده واللون ده تمام بعد ما بتوصلها بتلاقي ايه اشتغل زي ما انت شايف كده قدامنا ما كانش شغال وبعد ما عملت البريدج ده وتسيب بريدج مستمر فيه كده اشتغل تمام بعد ما اشتغل هتلاقي منه كابل الساتا بتاعه اللي هو الباور وتغزي الهارد اللي احنا عايزين نشغاله وتجيب كابل الساتا اللي في الكيسة اللي احنا مش مستخدمينه وتوصله في الهارد يبقى انت كده شغلت هارد انترنال تاني على الكيسة يعني انت غزيه ببورس او بلاي برا والكابل الساتا وصل من الكيسة تجي نشغل النسخة دلوقتي مش اي مشكلة خالص تضغط F12 عشان نجيب البوت تتأكد ان الهارد تاني اري بس مش اكتر من كده فانا عملنا F12 هنلاقي الهاردين قدامنا ظهره على اليسار قدامنا اول واحد او ST1000 والتاني WD5000 فلو ST1000 ده ده الهارد الاولين اللي على النسخة والتاني WD5000 هنيجي نروح للهارد هتلاقي فعلا WD5000 قدامنا اوه فشغلنا الكيسة عادة مشكلة خالص والنسخة قامت نخش جوه نتأكد عشان الموضوع يكون بكل صراحة يعني ان الموضوع يكون اري جوه في الهارد مش مشكلة خالص فتحنا مية كمبيوتر كما لنش الهارد اري فبتروح بداخل على مانيجي ممكن يكون هارد في مشكلة او اللي حاجة بتخش على مية كمبيوتر ده ده وضغط مانيجي ويدضغط على مانيجر وتفتحها وتعمل سكان الهارد ديسك نفسها هيقرالك الهارد او الهارد ديسك درايف تضغط عليها وضغط لك يمين سكان هو دلوقتي يبيلك نهاري ارضين فعليا بس مفيش برتشانات فتشوف ايه اللي فيها فلو فتحنا الديسك مانجا مينتي على الشمال برضو هتلاقي قدامنا الهارد هو مديك يعني الهارد دي يعني الهارد دي في مشكلة بس المهم ان هو شغال فش اي مشكلة خالص عملت له واشتغل فش اي مشكلة خالص وعملت له فرمايت واشتغل زي ما انت شايف اهم شي بالتأكيد لنا بقى اقولك ان الكابل الساتة والهارد ده ان انا موصل كابل الساتة من الكيسة والكابل الباور موصل الهارد بالكهرباء زي ما انت شايف بس دي طريقة سريعة كده للي عايز يشغل هارد انترنال على الكيسة وانا ما عنديش اللي كابل الساتة واحد فقط اوكي دمتم طيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته